خصومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتزايدة مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية التقليديين وسعيه للتقارب مع خصومها خلق حالة ذهول كبيرة في واشنطن آخر شاهد على ذلك كانت مغادرته لقمة الدول السبع في كندا قبل اختتام أعمالها ثم سحب توقيعه وهو على متن طائرته من بيانها الختامي بما كشف أن مشاركته فيها كانت أصلا من قبيل رفع العتب لا أكثر ويأتي موقف ترامب هذا على خلفية مواصلة تودده لموسكو وبكين والآن لبيونج يانج مقابل إشكالاته المتتالية مع الأوروبيين خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومع المكسيك وأخيرا مع كندا ورئيس حكومتها جاستن ترودو حول ملفات مختلفة شملت الاتفاقات الدولية مثل باريس للمناخ والنووي الإيراني وموضوع الرسوم الجمركية على استيراد الحديد والألمنيوم توجه يثير الخشية لدى الأمريكيين لأن الرئيس يعتمد هذا النهج عن سبق تصور وتصميم لتفكيك تركيبة التحالفات الموروثة التي يراها مكلفة وربما للتحلل من الالتزامات التي تترتب عليها وتفرض التشاور بدلا من الفردية في القرار في ظل هذه الأجواء تنعقد قمة سنغافورة ولذلك تسود توقعات في واشنطن بأن ينتهي هذا الحدث إلى نتائج معقولة أفضل نسبيا من تلك التي ادهت إليها قمة كندا لأن ترامب يتوخى ذلك أكثر من كيم أون فإذا كان الخروج منها بنتائج مدوية مستبعد إلا أن انهيارها مستبعد أكثر وكذلك انسحاب ترامب منها على الأقل لأنه لا يقوى على تكرار مشهد المغادرة من قمتين متتاليتين القراءات في صفوف المراقبين ودوائر الأبحاث تستعرض سيناريوهات عديدة في هذا الإطار من أسوائها أن يطرح ترامب كل شيء على الطاولة ويرضى به كيم جونغ أون بصورة ضبابية ومن أفضلها الخروج بتوافق بشأن تجميد المشروع الكوري والسماح بمراقبته وبين الاثنين تتراوح التخديرات حول الإشارات المفتوحة على أكثر من تفسيرا التي أطلقها جانبان بين أن تتمخض القمة التاريخية عن رسم مخرج ولو طويل الأمد للنووي الكوري وبين اقتصار اللقاء على التقاط صورة تذكارية في أحسن أحواله